تتضارب الترجيحات حول توقيت الرد الإيراني وتتضارب التصريحات معها بين حديث عن ضربة محددة وأخرى تشير إلى أنها ستكون أكثر فتكاً من تلك التي حصلت في إبريل الماضي بدورها تؤكد طهران رسمياً أن الرد قادم لا محالة دون دحرجته إلى حرب واسعة أما شكل الرد ونوعه وتوقيته فتحتفظ به وحدها وحلفاءها في المنطقة كما تقول تحول مهم جديد ترصده صحيفة وولستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قالت فيه إنه تم منذ نهاية الأسبوع الماضي رصد تحريك إيران قاذفات صواريخ وإجراؤها تدريبات عسكرية في الوقت الذي طلبت فيه واشنطن عدم التصعيد والامتناع عن الرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية في عقر دارها بالتوازي تنهال رسائل أمريكية مباشرة ومبطنة إلى طهران بأن تصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحتها المنطقة في لحظة حساسة ومن المهم أن تتخذ جميع الأطراف خطوات خلال الأيام المقبلة للامتناع عن التصعيد وتهديئة التوترات الإدارة الأمريكية تفيد أن استخباراتها لا تملك إجامات عن من سيهاجم أولاً أو طبيعة الهجوم لكنها ترجح تنفيذ موجتين من الهجمات إحدى هما من إيران والأخرى من حزب الله ووكلائها في المنطقة من جانبها نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس كتبت على منصة X أن بلادها تستعد للدفاع عن إسرائيل ضد إيران وحلفائها الإرهابيين وفق وصفها وعلى خط الدبلوماسية المستنفرة حذر الاتحاد الأوروبي من أن استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يجعل المنطقة على شفى حرب مجهولة الأبعاد تهديدات إيران بالرد تتزامن مع ترقب إسرائيلي يرافقه استنفار على أعلى المستويات وضغط أمريكي يتخذ مسارين أحدهما دبلوماسي وآخر بحج مقاتلاتها الحربية وسفنها تأهبا للهجوم المنتظر